بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعقد يومه الخميس سعود جمدى الأولى 1445 الموافق لـ 23 نوفمبر 2023 مجلسا للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش خصصا لتدول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وفي بداية أشغال هذا المجلس أكد السيد الرئيس على التشبت والالتزام بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه مذكرا بأن التعليم بالنسبة للحكومة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية كما يطمح له جلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا السياق أكد السيد الرئيس الحكومة على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح وإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة وتجسيداً لذلك يدعو السيد الرئيس الحكومة النقابات لعقد جلسة للحوار القطاعي من الاثنين القادم مؤكداً على استعداد الحكومة لطوطيذي قنوات الحوار من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية ترجمة نانسي قنقر